ملف تاني ايضا مهم جدا هو الملف التحكيمي اللي اصبح دلوقتي ملف شائك للجميع وكل اندية الدول المصري لعيبة بتشتكي ورؤساء اندية بيشتكوا والموضوع خلاص تده يخش يعني في منطقة كده مش لطيفة يعني ولكن في النهاية الفار اللي هيكون موجود ان شاء الله من الدور التاني يعني ان نتمنى ان هو يحد شوية من الاخطاء التحكمية خبرنا عن الفار بيغيب الرباعي كابتن جهات جريشة وامينة عمر ومحمود البنة الحكام الدوليين ومحمود أبو الرجال المساعد الدولي عن تدريبات تقنية الفيديو المقامة في استاد القاهرة وسبق طبعا للرباعي الحصول على تدريبات تقنية فيها بطولات مختلفة لديهم رخصة استخدام الفار اضافة كمال ان ابراهيم نور الدين الحاكم الدولي لم يكمل ساعات التدريبية المقررة في تقنية الفيديو وعشان كده هيشارك في الدورة المقامة حاليا في استاد القاهرة انطلقت أمس الاثنين الدورة التدريبية العملية للحكام المصريين لتطبيق طبعا الفار في الدوري المصري مع بداية الدور التاني للدوري الممتاز رسميا بحضور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد القرى وجمال الغندور طبعا رئيس لجنة الحكام و54 حكم وكانت طبعا يوم الحد الماضي محاضرات نظرية للحكام باستدق قاهرة وده قبل انطلاق التدريب العملي اليوم بمعرفة مندوب من الفيفا لتطبيق تقنية الفار في الدوري المصري اعتقد الفار ممكن تحد شوية من الاخطاء التحكمية نتمنى حالة الجدل الكبيرة اللي كانت بتحصل عن الحكام وعن الاخطاء التحكمية ان شاء الله اكيد مع نجاح تجربة الفار طبعا هتقلل بشكل كبير جدا ولكن في النهاية ان شاء الله نتمنى الدعم لكل حكامنا المصريين